ماشي يا محسن اللي تؤمر بيه خلاص يا عمي هبعتهم لك انت عامل ايه المهم؟ وحشني قوي انت بتعمل ايه دلوقتي؟ بتشتعل فيه؟ المستشفى تيه؟ بتشتعل ايه في المستشفى يعني؟ السكرتاريا ربنا معاك خلاص انا الصبح هنزل ادور واللي هلاقيه هبعته لك في طرد يلا مع السلامة مع السلامة غريبة قوي ايه مالو اخوك يا حسن؟ مفيش عايزني ابعتلي شوية حاجات من لندن ايه هدوم وبيداليان؟ مكنتش استعربت عايزني ابعتلهم جلات طبية والكتب في الطب واخر المراجع في امراض البطنة ايه ده؟ وهو محتاج الحاجات دي في ايه؟ مش عارف، ده كمان طلع بيشتغل في المستشفى مستشفى؟ بيشتغل في السكرتاريا يعني وهي السكرتاريا مالها ومال المراجع والمجلات الطبية يعني يطلب مثلا كمبيوتر ممكن يكون عايزي جامل حد دكتور في المستشفى مدير المستشفى عارف ان ليه اخ بيشتغل دكتور وعايش في لندن امرام يبالاه عليه على طول اومالو يا سيدي كويس بارتو هو يبقالو جميل عليهم على رأيك انا بكرا هنزل ادول على الطلب بتاعه ده او ابتخوله على طول موسيقى ألو؟ روضك كم؟ طب نجي حاليا هو الضغط وطي شوية بسمة إلقوش ده بسبب الأدوية اللي بتاخدها ما تنسوش إنها بتاخد أن تبيوتك قوي طب مبعدين يا دكتور ما تلاقيش حضرتك شوية فيتامينات وراحة والضغط هيبقى مزبوط ده أنت مكتوب لك على خروج بكرة إيه مش هخرج؟ مين بس اللي جال كده؟ لا يا ستي هتخرجي وهتشتغلي وهتروح النادي وتجري وتعيشي حياة طبيعية والضغط يا دكتور اتطمني أنا سهران معاك ومش هراوح قبل ما أزبطلك الضغط ويبقى مية مية متشكري يا دكتور عن إذنكم بحسب الله حسن صح النوم إيه ده؟ أنت راح للمدرسة؟ يا حبيبي قلبي أنا لست لك أعمل مدرسة؟ إيه أعمل مدرسة؟ ليه هي الساعة كانت؟ الساعة تقريباً اتنين وحص ياه؟ المنبه ده يا كيت بايز أنا كنت الضابطه على عشر الصبح لا يا حبيبي أنا اللي لغيته لمسحيد الصبح ليه بس لغيته يا نوال ليه؟ لأنه حرام عليك يا حبيبي مش معقول ترجع من المستشفى تبني الصبح وبعدين تثبت المنبه عشان تسحى الساعة عشرة تنزل عالجامعة إن اللي بدنيك عليك حق مش ده برضو كرام في الطب يا نوال يا نوال يا حبيب تفهميني أرجوك فهمني انت يا محسن انت جوزي وحبيبي ومن حقي أخاف عليك انت كنت نعم تعبان قوي صعب علي صحيك أظن ده من حق من حجك طبعا يا حبيبتي محدش جال حاجة بس انت عارف يا حبيبتي إن الدورة اللي باخدها في كلية الطب دي مهمة جدا في وسائل تشخيص وأساليب علاج جديدة ظهرت في العالم لازم نتابعها وندرسها يظهر إن درست الطب دي ما بتخلصت أبدا ولا عمرها تخلص أبدا طول ما فيه إنسان وطول ما فيه أمراض وميكروبات وفيروسات وطول ما فيه علماء بيهتموا بصحة الإنسان وعمر درست الطب دي ما تخلص أبدا تفتكري مثلا يا حبيبتي الدكتور اللي اتخرج من عشرين تلاتين سانة ده كان عنده فكرة عن الأشاعع المخطعية والتلفزيونية عن جراحة المناظير عن السنار عن أطفال الأنابيب عن نقل القلب وزراعة الكبد طبعا لا اللي اختار درست الطب يا حبيبتي لازم يعرف إنه هيفضل طول عمره تلميز حتى لما شعره يشيب ويقع كمان هيفضل تلميز ويفضل يذاكر برضو بصراحة كده أنا لما كنت بقى حلم أتجاوز دكتور ما كنتش متصورة إنه حلم صعب قوي تبطلح بقى في النهاية إنه كابوس هه لا يا حبيبي أنا قلت حلم مش كابوس وما هذلك هستحمله لأن انت فيه روح قلبي هاهههه آه بالمناسبة في طرد جالك النهاردة من لندن روحت استلامت بالبسطة من لندن؟ ده إيبقى أكيد من حسن أخوية ها؟ جايب لينا شوكولاتة ولا برفانات ولا شوكولاتة ولا برفانات دي كتب طبية أحدث الإنجازات في الأمراض البطنة تخصصي طب يا أستاذ ادخلها الحمام بقى اخد حمام سوخت على محادة اللقم انا كلها سوع أنا النهاردة لا افطرت ولا اتغديت فرصة أصيب صراحة كده القعدة معاك وحشبت ماشي يا حبيبتي معاك لغاية الساعة تمانية ما عدنا بتشييت في المستشفى لا ما تطمعه قوي كده لحد الساعة 4 باها بس انت ناس في عيادة تحت والناس حجزة كده من المبارح لها نسيتها اعمل ايه بس يا حبيبتي كل ما بشوفك بانسه كل حاجة طب يا دكتور يا بكاش على الحمام يلا ادخل اتفاضل يا عم حسن السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا عم حسن اتفاضل شكرا يبا واحد انت اطرح عم حسن هو من اللي هيكشف مشمش الصغير لا يا عم حسن بدم مشمش يبقى لازم دكتور أخصاء أطفال يا سعدت البيت حضرتك الخير والبركة ايوا يا عم حسن خير والبركة موجودين في كل حاجة لكن الطب ده علم يعني فيه تخصصات فيه تخصصات أمراض نسا أطفال جلدية مفيش دكتور بيعالج كل حاجة يا سعدت البيت حضرتك ابن حتتنا وسبق انك انت عالجتيني وعالجت امراتي وربنا كتاب لنا الشيفة على ايدك ايوا يا عم حسن حصل قبل كده بس المراضي بقى عشان مشمش لازم تخصص أطفالك الامر الله اللي تقمر بيسعدتك ايوا كده اوامرك يا دكتور ادي العم حسن عنوان أخصاء أطفال كويس حاضر يا دكتور ربنا يكرمك ومن يتحرمش منك أبدا يا دكتور وبالمرة يا محمود نعم ادي للرجل الطيب دحق الكشف حاضر يا دكتور ربنا يسعدك يا دكتور ومن يتحرمش منك أبدا قادر يا كريم حالا يا عم الحال حاضر لك تستناني برا وانا حاجيلك على طور يلا يا ماشمش فاضل كتير برا يا محمود فاضل خمستاشر واحد يا دكتور منهم ثلاثة استشارة يا خمستاشر كده مش هالحق ارتاح اب لو مروح المستشفى نخليهم ايكوا بكرة يا دكتور لا 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 يا عم حمود كلهم هنقول لهم بكرة دخلهم لوحد ورد تاني كده وانا هشوفهم ماشي يا دكتور يلا سهل خير يا دكتور تمشوا اللي ايه سهل خير يا دكتور محسن اهلا اهلا انو سهل خير يا دكتور امر يا اهلا انو سهل ايه زيارة مفاجهة دونيا يا زيارة مفكة فعلا